كل يوم عندكم لتاني نهار يعني الحصة اللي بعدها تسميع واضح تسميع يعني ببعث لكم الراجل بقلكم راجعوها حفظوها فهموها اللي بدكن ياه الحصة اللي بعدها أول عشر دقايق رح تكون تسميع واللي يكون حيكون فيكن دارس رح اكتب على الجروب فلان وفلان وفلان دارس وفلان مش دارس واضح فأنا متحب أحرشكن قدام العالم بس إذا مش رح تدرسوا رح تجبروني أعمل هيك تمام شباش متفقين كل يوم اليوم رح أبعث لكم راجل هذه الراجل الحصة الجاية بدي سمعها تسميع ومن بعد التسميع رح ينكتب على الجروب مين اللي سمع مين اللي أخد درجة منيحة ومين اللي أخد درجة مش منيحة ورح زيدهم على فكرة رح حطهم على العلامات أوكي يعني بحب أعمل اللي نقول المسابقة على ثلاثين والتسميعات كلنا على عشرة أو على عشرين فهيدي العلامة ممكن تساعدكن وممكن بالعكس تنزلكم العلامة طبعاً ليش عمت عمليها يا تيتشر لمصلحتكن غير هيك مش رح يمش الحال يا جناعة أوكي اتفقنا سيد 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 اتفقنا سلما ميش يا ميش اوكي جمانة واسمان ساوا تمام يلا يا سلما ماما ماما سينك أورانج سور للتابل هل مي ولا مانج سينك أورانج سور للتابل يعني خمس بورتقالات على الطاولة ولا أشات ولا كوزين تطبع هتبق يعني اللي هو بيأكل الخمس بورتقالات اللي على الطاولة لا هل فين يقول بتأكل خمس بورتقالات على الطاولة بتقعد على الطاولة وبتأكل خمس بورتقالات لا هيا لا يعني اللي هو قعد اللي هو كان أخدهم ما تزبط في عندك فعل تاني إذا حتى يتم رح يكون كتير زادة. اللي هو شو? ش يعني مية سلمة? مية? يأخذ? وضعت. يضع 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 خمس بطقالات على الطاولة. فإذا وضعت خمس بطقالات على الطاولة. يلا يا سيد. نو جيب واسون. اي واحدة رح تختار معنومين صديقة النو يا سيد. ستبقى إعمس. بي. طريبيا. لن تستيعم تلو منيرال يا سيد. مع نصدقتالبو يا سيد. لن شوية لناها. ستبقى إعمس. مية؟. جيب جيب. تقومي معنومين صدقاء يا بي هايدي ميزنفان أسما أولادي أم بو دو غازاز هون برافو عليك هون ما في سبجك هون ما في سبجك هون هاي دا أمر فما مقدر اختار بوا أو بوا أو بوا شو بدي اختار بيفي ليش بيفي لأنه ميزنفان لأنه جمع بالامبراتيف بالأمر عندي تلاتة عندي يا أنت يعني يا كل خلينا ناكل أو كله فطبعا بما أنه ميزنفان جمع رح حط بوفي اشربو طيب كمبيا كتلي بوم أية كترح تختاري يا أسماء حتى بقى لترسي برافو عليك لأنه عم بحكي عن لي بوم يلا يا جو مانا تفار دو غاتو مع تفار ذو ولا فولي ولا فال ولا فال دايما نجو تفار دو مثل بعض الأخرين برافو صحيح سي تفار دي وو ديا أورت هل أفي بوفي أفي اللي أت هل أصبحت ليا عندكم لو ما عندكم زباية تبقى بي هي الأصبحت يا جو مانا تكون بتشربو لبن خاتب عندكم الزبادي فيني كمان حتى ما تعتبر غلط ولكن يعني كأنك بتشرب يا أورت فهي هاي دي الأصبحت ولكن من الغلط اللي عم تقوليه داكور ميز بس يميز والزبادي بيتشرب ايه ايه اللبن الزبادي عادي بينشرب إلا إذا أنتو مبتشربوه خلوا وقفة طيب خلوا وقفة خلوا وقفة تمام كأن مشانيك معناية تشيلو وخلوا وقفة طيب جماعة رح أقترح عليكم هل بتكن بهالعشرة آية نكمل إجزارسيس ولا صلح لكم الإجزارسيس يلي كل العالم عامل فيه أخطاء شنيعة وفظيعة شو بتكن نصرح يميز الإجزارسيس يلا تمام تعونا نروح على الإجزارسيس فإزا ونفتح الاختبار بالمبتأ للأمانة تفاجأت أنه الكل عامل منيح بكل شي أوكي ما بعرف سيد وين كان نهارتا يمكن كان وقتها مسافر كمان ما قادر تشتغل معنا لمسابقة ولكن أنا اللي تفاجأت فيه أنه كلكم عاملين كتير منيح بكل شي بس الأغلاط الفضيعة كانت بهذا الإجزارسيس مع أنه يا جماعة هذا الإجزارسيس أنا بعترف أنا عاملة فيه فخوخة تمام ولكن هو بالآخر أسهل من أي شي ممكن يجيكن وهو هيدا هيدا رقم ثلاثة يعني الباقي كله هيدا الإجزارسيس تخبيص وين كنت تخبيص شغالة عن أبو جنب بتهيدا هبدأ أنا يا جماعة رح أحكي ركزوا بس كتير منيح بليس بلي أنا عم قولي عندي نو وعندي أو دايما لما بيكون فيه أو بختار الفعل جو أنا ومغم ضعيوني لأنه فيه رول بتقول ورا الجو عندي أو أخواتها ورا الفار عندي دو أخواتها ورا براتيكي عندي لو أخواتها طيب إذا بدي تطلع على الراجل جوه أو أخواتها أو هي أخواتها للأ فإذا رح حط جو إِلْ دَ لَا بُكْس دَ لَا يعني دو أخواتها فإذا رح حط فار يعني فون ورا جوه إلي بعد إِلْ جو بَدْمِنَسِن طيب أنا مع جو طالعو جو ميم معا أو أخواتها يعني دغري هاي أوكي جو نيم با فار هاي دي انتو لو ركستو كانت أسمة مفتح عيونة مية بالمية عليها وسألتني أكتر من مرة عنها وانتو بقيتو يا أسمة ويا جو مانا واتنالة بكون خربطتو في هاي نحنا قلنا يا جماعة لما بنحطه الأساسية ليش؟ لأنه النفي مش واقع على الفعل فار الأساسي يعني النام اللي أنا بقول إنه بس يكون فيه أم بتحطه للا ليه ما بقى حطها ولأنه في نيجاسيون كمان بقى حط أداة النيجاسيون يلي هي دو لي لأنه أداية النفي لم تقع على الفعل الأساسي أنه هو فائد واضح تمام ممكن تقولها تاني في حاتف دي تاني انتي هون بهالجملة بالعادة لما بتجيني جملة فيها نفي داري بحق دو تمام بس في راجل تاني بتقلي أنه إذا كان النفي وقع على فعل ولكن عندك الفعل فار الأساسي يشطب هايدي بتشطب تمام طيب عندك هل في فعل التفضيل بس أنا عندي فعل التفضيل خلص يعني أداة المعرفة طبعي فعل التفضيل خلص كمان كبايتها طيب عندي فار مع الفار فار من شوية كنت كاتبتها فار دو أخواتها وين دو أخواتها ليتها تمام ولا بعيدة لا تمام سلما تمام طب ليه مش طيب يعني مش هتبقى يعني اللي هي سي اللي هي دي اي ليه بقى تمام يا دو أخواتها صح؟ لا لا دولا حالة من أخواتها هيدي حرف جار دولا حالة حرف جار دولا دول الأفستروف ودي هنه أخواتها بس هاي دي بتنحط بس إذا كان الفعل الأساسي منفي طب هو في فعل منفي ولكن الفعل الأساسي لايكو ما وقع النفي عليه أنا بتحط أخوي اللي هو جي ماشي برجع سلمة برجع على الحصة الجي بتفهميك يا أكتر تمام فتذكروني فيها بشرفكم ونا بزوان دي باسكت نحن بحاجة لشوز الرياضة لشو هل لأتسبح هل لأرقص ولا هل لأعمل كورس أبي ب هون عندي نو وما عندي فعل هون الفعل الأساسي واقع على النفي بما أنه الفعل الأساسي واقع على النفي خلاص دو تمام وقع النفي على الفعل الأساسي فاب طب حده لأناتاسيون السباحة اسم مؤنف سيمون سبور بريفري طبعا أنا هون لازم حط هيدا بس أنا صلحتها على أساسي على فكرة ناتاسيون أنا بدي أرجع أتأكد منكم لأناتاسيون لحالة سيمون سبور الكلمة بريفري دا ترجع على السبور مش لأناتاسيون او مش تمام هيدا أنا حتى خربطت فيها يعني شوفو مش بس أنتو أنا وعم صلحها اطلعت شفت الناتاسيون خطرت هاي ولكن أنا نسيت إنه ما هي بدأ تيجي الصفة هي تتبع الموصوف مين ونلو مصوف سبور فإذا بح تكون بريفري هاي داكور ليه شيميس تمام هو بياخد الميو بتاعو شو هي أداة الملكية مع إيل أو صن أو صا أو صي مون لا طون لا لأنو المون للجو والطون للتو حاختار صن تمام ليه شيميس نكمل هون هي أسمى أنت خربطت فيها وحتى جمانة خربطت فيها وحتى سلمان خربطت فيها جماعة ميكوبيين عطوني الضمير اللي بيجي محل ميكوبة الضمير يعني أنا بحطه مكان أصدقائي ايه هو سي يا ميس سي لا لا الضمير اللي بحطه مكان ميكوبيين هو إيل هم طيب مع هم يا جماعة شو هي أداة الملكية بسمونة قلت إيل أفك أس آه إيل أفك أس أنا مبارك شو خطر لي إيل أفك أس أو هيك ليه فكرت عم بتقولي تمام مظبوط يا سلمة طيب إيل أفك أس أداة الملكية تبعيتها يالر يالر سي لا سي أداة الملكية تبعيت إيل و أل من دون أس واضح يبقى أداة الملكية بتاعة إيل أفك أس هي لار و لار طيب أنا الكلمة أخذي أس يبقى حاختار التانية تفهمتوا أوه أيها تمام هون هين عندي مستبلها تبقى بي هادي حفظ يا أس سلمة هادي أنت لازم تكوني حافظة أدوات الملكية الـ إن شاء الله رح مرق لكم يابا الـ بيقولوا لك كل حرف أو كل ضمير شو هي أدوات الملكية تبعيته فهدني بالـ أدوات الملكية ملكية تبعيت إيل أفك أس هي أو لار أو لار سي لا لأنه سي هي للإل والأل يعني أنا لازم يا أختار لار بلا أس يا أختار لار أفك أس طيب كلمة فاكانس أخذي أس يبقى أكيد رح أختار لار أفك أس ما بقى بدا زكا تمامي طيب تون بيرو عندي أمر هون ولكن أنا بتكلم مع حدا هو أنت هادي غلط لأنه ما في فعل أخذ بآخره أ أر حطله بالأمر أس ها غلط ضغري ها مش ها أقدر حطها لأنه هادي بتيجي مع أنا عندي يعني أنا بتكلم معك أنت يعني مع يبقى أكيد هيدا هو الجواب الصح هارجع عيد ديكور غلط لأنه الفعل اللي بياخد إي آر بالآخر ما بياخد بالأمبراتيف بالأمر أس غلط رانجي غلط لأنه هادي مع أنا هوني ما عندي شيء له علاقة بيهو يبقى هادي هلأ أنا هوني في هدول الكلمتين حططن نفسهم زيتهم يعني هني غلط يعني فيه وحدة لازم ما تكون يعني بالآخر ليش التنتين غلط هني نفسهم زيتهم لأنه الفار بقردت هو بياخره بقرد وإحنا قلنا بالأمر الأس ما بتبقى بالأمر ما بتبقى فطبعا رحلة هاي تمام تماما لامير لامير دي اوزانسان الأم بتقول لأولادها بتقول لهم اخرجوا برا طيب صورت لا لأنه منو أمر صورتون لا لأنه منو أمر أو لأنه ما فيني قول ما هي عم تقول لهم لقلهم مش عم تقول لقل معهم فإذاً صورتي اخرجوا برا يا ميس ما في سابجيكت عندك هون ما أنا هون بدي حتفعل قبل الفعل شو لازم يكون عندي سابجيكت طب عندي سابجيكت لا شو الفعل اللي ما بيحط له سابجيكت الأمر هت复 whompree جاه تمام اخر وحده كومان ايتم بروفسار كيف هو أستاذك لا فيني قول متى هو أستاذك ولا فيني قول اي هو أستاذك وحاطة كال يلي هي تبعية الـ والبروفيسار من نائخه يعني تحاطة طبعية المؤنس هو البروفيسار من هو مؤنس ليه ممكن يا مش مبقى بي اكنت أصلا عملها به عشان يعني اللي هي كيف هو أستاذ الغلص يعني زي كيف هو أستاذ هادي كيف هو أستاذك يعني كيف شو عنده صفات من هو معلمك صح برضو لا هادي مش من هادي الكي هي من هادي ايا ايا هو أستاذك ما فيني اقول ايا فيني اقول من هو أستاذك ايه كي صح بس ايا هو أستاذك لا تنحط فقط للأشياء كونتينيون انتران الجوار يا جماعة هادي كيف لخبطوا فيها كيف بس فسروا لي كيف يعني اسمك هاديك تفرقنه بين الكي والكيلة الآخر دي اوكي ذاكريني المرة الجاية اسمع حتي عندك رمارك حتي عندك رمارك اني اسرع فسر لكم كيف بقدر فرق بين هادي وهادي اوكي ماشي انتران الجوار يعني يدرب اللاعبين ما فيني اقول اين يدرب اللاعبين لانو انا بدي سبجر ولا فيني اقول ماذا يدرب اللاعبين بدي اقول من يدرب اللاعبين انترانير اسم مذكر مبدوء بفويل سو ما فيني حطه ست ما فيني حطه ست ليش لانو مبلشي بفويل ولان اسم مذكر وانا هادي دايما بستعمله مع الفاولز مع الكلمات اللي بتبدأ بفاولز لفوتبول سو جو ا لما بتليقوا رقم حطوا ا دغري هادي ضمن الراجل يعني اللي حنمرقون راجل راجل ما تعتلوها جو ران كونتر ميزامي هيك كانت الجملة شلت ميزامي ايا ضمير بدي حط محلة ليه لانو نجمع نترتفع لا تتأخر انا انتظرك انت انا مش بنتظر حالي وانا مش بنتظرو انا بنتظرك انت جو تتن اذهب عن جديك ودي وقل لهم بونجور يعني دي ا ت جران باران يعني مفعول غير مباشر المفعول غير المباشر عنده احتمالين يالوي يالر بما اننا جمع راح اطلر ليش مش لي لانو عندي ا حرف الجار يبقى هو غير مباشر وللعاقل الوي ويلر سان پتت فرر سارة دون دي بومبون ا سان پت فرر مفعول غير مباشر عاقل يبقى يالوي يالر مفرد لوي هي بتقول لصديقتها بتقول لصديقتها واحدة بتقول لها دي باشتوا استعجلي ما حتقول دي باشتون نو ما راح تقول دي باشتون نو هتقول استعجلي دي باشتوا ستركت اي اتوا لالت جماعة انا للاسط عندي حصة بس راح حاول خلصهم بسرعة اذا بتحصوا انه بتدركهم للمرة الجاي مش انتفهموهم اكتر لانه اصف عندنا ليكم من 22 ل 30 طيب نو دفون متر ليش ليش متر لانه عندي فعل اول الفعل التاني لازم يكون مصدر ما لازم يكون مصرف هيدا فعل الفعل التاني لازم يكون مصدر طيب حدخل وخلي ينطر اوكي تمام سؤال في نو سؤال في نفي نو راح نحط سي مبارك السلام عليكم انطر شوية مبارك بس سنتقيتين بخلص معا الطلاب وببلش معك دغري اوكي دقتين بس تمام اوكي عندي بون يلي هو صفة وليجوم يلي هو اسم بس تيكون عندي صفة واسم راح حط دو دغري هيك الرول بتقول ما لاتشوفون انتو لو بتراجعوا مظبوط بتتعمقوا بالرول هتكون كتير سهلة عليكم كل الاشياء هايدي الجملة انه في موقع بس 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 لما بيكون في جمع وبيكون في هون صفة قبل الاسم راح تحطي دو لو جمع هيك الرول آي يا جمانا هيك الرول آي لا ولا ممكن تعتوار غلط لو ما في أدجكتيف هون كنت حطي الأولى بس ما انو عندك أدجكتيف تي يأوبليجي دو متر التانية بالجملة 25 انفي ما وقع على بوار الفعل الاساسي عشان كده هنحط دو لانو انا مع بوار بحط ادوات التجزي دو هون أنا طبعا أكلت الverb مش منتبها ما السور بدي يقول بران دو سوسيسون لأنو سوسيسون هو اسم مذكر أظن كل مرة بنسيها أنا أشات دي برودي سير جلي لأنو آن برودي تي بريفار براند كو أو دي جني لما بيكون بين وسط السؤال كلمة السؤال بالوسط رح تحط كو جيم لبوسون جزز لأنو بوسون هي مشروب مؤنس وجمع سيكلار تمام يا صبايا بشوفكم على خير إن شاء الله فيكن تخرجوا هلأ انتو واليوم رح أبعد دغري اللي لازم يكون عندكن يالا المرة